استمرارا لحالة الاثرابات الامنية التي تطغى على المشهد الليبي انفجرت سيارتان مفاخختان بالقرب من سفارتين مصر والامارات المغلقتين في طرابلس منذ فبراير ومايو الماضيين واصيب في الهجوم اثنان من حراس السفارة المصرية بجروح طفيفة واسفر التفجير الثاني عن خسائر مادية كبيرة بالمباني المحيطة بسفارة الاماراتية فيما قال مسؤول في جهاز الامن الدبلوماسي الليبي ان اثنين من عناصر الجهاز اصيب في الانفجارين وجاءت جامات اليوم غادة انفجار السيارات المفاخخة في مدينتي طبرق والبيضاء بشرق ليبيا ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص على الاقل ووقوع عدد كبير من الاصابات